أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المشدد بأهمية العمل المخلص والجادة للنهوض بمستوى العلاقات التنائية بين الجزائر ومصر إلى شراكة استراتيجية جاء ذلك خلال كلمة مدبولي في أعمال الدورة الثامنة لللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة برئاساته ونظيره الجزائري أيمن بن عبدالرحمن وبحضور أعضاء الوفدين والمسؤولين في الجانبين بقصر الحكومة بالجزائر العاصمة وخلال لقائه نظيره الجزائري بمقر الحكومة الجزائرية أكد مدبولي ضرورة العمل على الحفاظ على دورية عقد اجتماعات اللجنة في ظل ما توليه قيادتا البلدين من اهتمام بتعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وأكد مدبولي أهمية تعزيز الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في مصر والجزائر كقاطرة لتعزيز العلاقات التنائية في شقيها التجاري والاستثماري من جانبها أعرب الوزير الأول لجمهورية الجزائر على أهمية دور القطاع الخاص في دفع التعاون بين البلدين وضرورة العمل على تدشين خط ملاحي منتظم بين مصر والجزائر وتعزيز التعاون بين مصر والجزائر في مجال الغداء والدواء والتقاء مؤكدا أن المستثمرين المصريين سوف يجدون كل ترحيب وتسهيلات على أرض الجزائر ترجمة نانسي قنقر